هذا الحي في وطن المصيد بيعرف بحي بيت حيدر سكينه بدأوا يتوافدون عليه منذ العام 1931 عندما اشترى أحد أجديدهم شزء من العقار 2215 من عيلة عرامين بما قدر حينها بـ 2300 درع وفتحونا الشارع هذا الشارع تبعها البلدية جرير وكهرباء وماء كل شيء يعني شارعي ورسمي بها الأرض هالي ما في شيء من الشارع كلنا عنا ساعة كهرباء كلنا عنا ضرائب مندفعها كل شيء موجود رسمي في الماضي حصل خلاف بين الأجديد على تسجيل الأرض المباعة وتمكن آل حيدر من الفوز في دعوة قضائية في العام 1959 تؤكد ملكيتهم للأرض والمنازل التي يعيشون فيها مرت الايام والوضع على حاله حتى أتى بالعام 2009 شخص يريد شراء منازلهم الحج محمد غدار صار يفوضنا اشترى أسهم من إخواننا المسيحية وكان يفوضنا على أساس بدأوا يشترى ملكنا بالعقار ٢١١١ ما اتفقنا نحن وياه على شيء معين عمل شكات وعمل هيدا رفضناها نحن وإجا بالـ ٢٠٠ رجع رفع علينا دعاوة أنه نحن عادي ندوم مساوعة شرعية كيف كنا بالـ ٢٠٩ شرعيين وبطلنا بالـ ٢٠٠ شرعيين يعني ما عم بفهم هالشغلة هيدا الحيدر ومستأجريهم يعتبرون أنها مصيبة حلت عليهم فكيف يمكن أن يباع نفس العقار لأكثر من شخص بنفس الوقت ومن هو مسؤول عن حماية الملكين القدامى في ظل تضرر عدد كبير من السجلات العقارية في مدينة بيروت خلال الحرب ترجمة نانسي قنقر